اشتركوا في القناة اكدوا انه لم يخرج اي مدني من المعبر الرئيسي الوافدين الذي حددته روسيا معبرا انسانيا وهو ما تصفه المعارضة بانه مخصص للتهجير ويتبدى للنظام وروسيا مع المعارضة اتهامات بشأن استهداف الممر وعدم السماح للمدنيين بالخروج اذ قالت وزار الدفاع الروسية ان المعارضة تمنع المدنيين وجرح من المغادرة منذ اعلان الهدنة الروسية الاثنين الماضي وتستهدف الممر بالانساني بقضائف الهون اما الصليب الاحمر فاعلن ان قافلة المساعدات توجهت الى تلرفعة وعفرين حيث مناطق شهدت قتالا بين الكوات التركية والمسلحين الاكراد نائب المدوبة الامريكية لدى الامم المتحدة كيلي كيري وصفت الهدنة بالسخرية معتبرة انها تحدي صارخ لدعوة مجلس الامن بالتهدئة في البلاد ترجمة نانسي قنقر